أهلينا في مدن القناة هم شعب مقاوم شعب مصري أصيل 100% ما بيحبش يتلوي دراعه يعني لا بيحب طبعا الاحتلال وإحنا عارفين تاريخ المقاومة الشعبية تاريخ إسماعيلية وتاريخ السويس وتاريخ بورسعيد أهلينا بقى في بورسعيد خدوا قرار يعملوا حملة حملة للإحجام عن شراء وتناول أسماك فلتكن حملة على الإحجام سميها كده عايز تسميها المقاطعة سميها سمي زي ما تسمي مش دي القصة لكن السؤال يا طرى هل طرى أهلينا في بورسعيد عملوا كده ليه والسؤال اللي بعده وهل هذه الحملة وهو امتناع المواطنين عن شراء الأسماك هيؤدي إلى انخفاض أسعار السمك طيب هل تجار السمك هم مغالين جدا في الأسعار وده برضي حاجات كلها لازم نطرحها لأنه على سبيل المثال لو افترضنا أن السمك كان سعر الكيلو كان كذا ثم بقت الحملة والنهاردة اليوم التاني للحملة تقريبا فانخفضت أسعار السمك وأصبحت كذا ده معناه أنه كان فيه مغالاة في الأسعار طيب خليني أسأل الأول أو يعني هنرحب بضيوفنا الأعزاء اللي اتنين معنا على التليفون أستاذ عبدو ردوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد أهلا بيك يا أستاذ عبدو أهلا بيك يا أستاذ عبدو أعمل إيه كله تمام؟ والأستاذ وسام الصفتي منصق حملة الإحجام عن تناول أسماك إزايك يا أستاذ وسام؟ أهلا وسهلا أنا فاندي يا موزة حبيبك وسهلا وحضر لكم أستاذ المشاهدين صحة وسهلا وحبيبك حبيب علينا جميعا طيب خليني أسأل أستاذ وسام الأول إيه الحكاية بتاعة الإحجام عن تناول أسماك؟ إيه اللي جرى؟ اللي جرى إن احنا فجأة بدون أي مبررات ارتفعت أسعار الأسماك بطريقة ضاهزة يعني المهاردة لما أكون أنا في مدينة ساحلية والمواطن الغلبان أو محدود الدخل ما يقدرش يأكل سمك يبقى فيه مشكلة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة لما يوصل ثمن السمك شبار لإمتين جنيه ويوصل لمية وتمانين جنيه والجنبار يوصل لتلتمية وربعة ومية جنيه شبار شبار اللي أصغر من كف الإيد شبار لأقدر الزغير الحلوة المباطرخ ده ده إحنا كنا بنجيبه تسالي خمسين الله ينور على حضرتك يبقى فيه مشكلة عندنا النهاردة لما أنت النهاردة تتكلم مع التجار وتبدأ تنزل للسادة البيعين يجي تقول يا جماعة مش هينفع إنه النهاردة بلد ساحلية المفروض إنه إحنا أولى إحنا لأكلة لأكلة السمك دي عندنا أكلة سفية طبعا مثل بقيت محافظات مصر يعني إحنا النهاردة ما فيش بيت في بورسعيد مش لازم يأكل في الأسبوع على الأقل مرة ولا مرتين سمك النهاردة ما عدناش بنقدر نأكل بالأسبوعين سمك بسبب غلاء الأسعار أسرة مكونة من خمس ست أفراد لما نروح نجيب كيلو سمك ثلاث سمكات أو أربع سمكات بمتين جنيه يعني اتنين كيلو بربعمائة جنيه غيرش لما يبقى الشبر بمية وتمانين ومتين أم البوري عندكم أم البوري عندكم عامل كم ده أنتوا أرض البوري مية وتمانين مية وستين مية وتلاتين دي أصبحت الأسعار بتاعت السمك كان لازم يبقى فيه سطب لا كده في حاجة مش طبيعية نزلنا الشارع روح نتكلمنا مع البيعين نحملوا الموضوع للتجار روح نتكلمنا مع التجار قال لك لا أصلاح نقول ناس في رمضان والبوري والفسيخ والعيد ومش العيد والكلام ده طب جماعة ممكن نكسب بس ما يرضي الله قال لك لا ما فيش الكلام ده وما فيش أسعار واللي مش عاوز ما ياخدش فيه محافظات تانية هتاخد وبالفعل قررنا يعني من الآخر عجبكو كان بها مش عاجبكو هنطلعوا حتة تانية بالضبط وانا من خلال برنامج حضرتك قبل ما أتكلم في أي شيء أنا بتوجه بالشكر لكل أهل بلدي محافظة بورسعيد من أصغر فرض لأكبر فرض على التجاوب والتعاون اللي شفته من أهلي بصراحة ما قلتش متخيل ده ده هل ده الشكر واجب في كل الأحوال أنا أحب البورسعيدية جدا ربنا يا باركو عرق أصنحنا جرانكو يعني أنا أمي وخلاني من ضميات فاحنا كلنا جران شرف لنا فنقل لا لا عفو دان لا تشرف فالشكر دايما واجب لكن هل أنت دلوقتي بتشكر لأنه حملة المؤاطعة دي أنت شايف أنها نجحت جدا فضل ربنا سبحانه وتعالى عرفت إزاي أنها نجحت بقى أقول لي بص النهاردة البورسعيدية للجدعان اللي لهم بعض ربنا أنا قلتش هنجح هي نجحت عشان هم كل الصفح كل الدنيا كلها كل الناس بدون استثناء نزلوا على صفحهم الجميل في الموضوع أن أنت بتقول أهل دميات تحية الأهل دميات وتحية الأهل المنصورة والأهلية واسكندرية والسويس وكفر الشيخ هي الحملة وسعت ولا إيه جدا إحنا المحافظة أصبحنا 12 محافظة مقاطعين الأسماك تماما طب سؤال يعني مثلا الشبار وصل اللي كان بعد ما كان بمية وتمانين ومتين ومتين وخمسين النهاردة الأسواق بعد اليوم التالت تمام أنا عاوز أقول لحضرتك أني ما فيش سمكة دخلت بورسعيد يعني انقصات سعر الأسماك يتراوح من خمسين لستين في المية الشبار اللي أخضر النهاردة بالشاوي وصل لمية ومية وعشرين جنيه من ميتين وخمسين جنيه البوري بمتوسط أحجامه أصبح سبعين تسعين مية الشخره من النهاردة عندنا بقت خمسين جنيه بعد ما كان بمية فالنهاردة الحمد لله المواطن بدأ يستوعب وبدأنا نعمل حملات توعية أننا أول يوم تم مقاطعة الأسماك تاني يوم السماك هيبقى بايت فما تشتروهوش فاليوم الثالث هيعفن فما تاخدهوش هو ده كانت المبادرة وأنا برضك عاوز أقول لحضرتك حاجة أستوى يوسف يعني احنا النهاردة الحكومة مش هتعمل لنا كل حاجة لازم احنا نبدأ بنفسنا يمكن دي كانت توجيهات السيد رئيس الجمهورية قال لك الحاجة الغالية ما تشتريهاش احنا عملنا الكلام ده وعمل صدا واسع جدا في كل محفظات تعرف حملة مقاطعة السماك دي حصلت زمان الحملات فلانه برضو كانوا فترة من الفترات غلوا عليهم السمك جدا 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 فخدوا قرار طب مش واكلين سمك الضبط وبعدين انت النهاردة انا زي ما قلت لحضرتك انت في مدينة ساحلية يعني انت النهاردة حتى الناس اللي بيجوا وافدين من جماع المحافظات عشان يأكلوا اسماك تمنا النهاردة ادخل سوق اكل اكلة سمك وادفع الفين وثلاث تلاف جنيه ليه انا بنشد حضرتك واتمنى ان يتم الاستجابة من اهلي واخواتنا في القاهرة وبالاخص اصحاب مطاعم المأكلات البحرية احنا عاوزين نتمنى التعاون من القاهرة بجميع انحقها لازم يتم المقاطعة وعاوز اقول لحضرتك اصحاب المطاعم استحالة برضو هيخش في الحملة بتاعت المقاطعة لان يجي يقولك انا لو قطعت انا اللي هاخسر المطاعم مش هيشتغل نظر انت هتاخد غالي وهتاخد سمك جودته مش ممتازة والحاجة التانية كمان انا عاوز اقول لحضرتك حاجة يمكن دي من خلال برنامج حضرتك احنا كنا ايلين ان المقاطعة هتستمر لمدة اسبوع من الاحد انا بعلن مع سيادتك احنا قررنا حتى يتم تخفيض الاسعار بما يرضي الله ويكون في متناول جميع الفئات سواء الفئير او متوسط الدخل او محدود الدخل ان احنا كمنا في المقاطعة حتى اعياد الربيع في شم النسيم الله يعني مستمرين 16 يوم بدون شراء سمك يا سيدة الوسطور يا رب طيب خلينا ناخد معنا على التليفون استاذ عبدو برضو يعني نفهم منه استاذ عبدو ردوان رئيس شعبة الاسماك في برسعيد اهلا بيك مرة تاني اهلا بيك اهلا بيك ايه اللي بيحصل عندك في برسعيد النز علانة وقاطعتهم والله انا بشكر اولي استاذ وصام صاحب المبارة الاميرة دي اه وبشكر طبعا بلدي برسعيد اللي ساعدتنا وقاتفتنا اللي احنا ننزل ننزل ال 50% طب ما عملناش كده منبادر ليه قبل المواطعة ما نقول لك احنا خلنا محتاجين المكاتفة دي ازاي شرحلي ازاي يعني ايه سر وراء الاسعار المبالغ فيها دي ايه السبب بالنسبة للتاجب بيبيع لصاحب المركب وبيبيع لصاحب المزرعة اه بياخد منه هو عمولة 6% استجب الجملة يعني يعني جاب قليل جاب رخيص السعر هو ده عمولة معلش شرحلي تاني السمك السمك هيطلع عن طريق صحاب المراكب صحاب المراكب يودل تجارة جملة حلو وصحاب المزرعة بودل تجارة جملة حلو وبتيجي البيعين بتاخدوا تجارة جملة بالمزرعة جميل المفروض انه النسبة بتاعة تاجر الجملة اللي بياخد من الصحب المركب مفروض يحط نسبة كم في المية زيادة على السعر بياخد بياخد 6% حسب ما يبيع لصاحب المزرعة ماشي 6% وفي الاخد تجارة لصاحب المزرعة كويس ادي كده 6% بعد كده تاجر الجملة يبدأ يدي للتجار الأصغر عن طريق المزرعة وهو بقى التاجر التاجر الزغير دو اللي هو البيعات الزغير التاجر دو بيشتري بالمزرعة قتام تاجر الجملة والصياد لو صاحب المراكب الصحاب المزرعة بيتفرج على الشغل وهو بيتباع ماشي وحسن طبعا البيع طبعا طعيف المعروض دايما بس أستاذ عبدو حتى في عز الموسم يعني في نوفمبر وفي ديسمبر وفي يناير السمك غالي برضو يعني في عز الموسم ألاقي السمك غالي مش في الموسم ألاقي السمك غالي مع كده في حاجة غلط المنتج كده كل روحة ديقول كفايته فمش هجيب السمك هينزل لكن لو الحاجة ولا إيه لا ويجاود على بعض دي معادلة مفهومة اللي أنا بقوله إيه اللي أنا بقوله إن إحنا حتى في الموسم بتاع السمك في شهر 11 و12 ويناير بيبقى السمك كتير وبردو غالي مش مغطي مش مغطي إحنا أصلا طبعا سعيد لقم واحدة عندين أكل السمك كويس أنا فيه ظهرت أنت منبطت الأستاذ المسامل لما عملها والشعب تكتس معها بدأت الناس تخفى أكل السمك فلما خفى أكل السمك وبدأ السامي ليزل اللي واحده كويس البيع معادش بيشتري لأنه معادش هيبيعها زي الأول حلو البيع دلوقتي طالما قادر إن هو يبيع الكيلو بـ 250 بيقدر يبيعه بـ 150 طب ما كان عمل كده منبادري لأ هو طالما الزبون قبله وبياخده فهو بيشتري يعني هو أي يفترى والسلام لأ بيشتري لأ بيشتري عشان الزبونه عايزه لو هو ما خدوش فاهمني برضو مش فاهمني مش فاهمني دا ما بيحصلش في الدنيا يعني إيه يعني أصلاً أفضل أغلي 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 طول ما الزبون بيسحب دي حاجة غريبة جداً بتحصل عندنا لأ هو في حاجة اسمها إنه مثلاً والله أنا بنزل أبيع السمك في المزاد أنا كتاجر جملة أنزل المزاد فأنا بحط السعر الأولاني بقول والله الطاولة على كذا فببدأ من سعر حنين تحصل المزايدة ما هتحصل المزايدة مفهوم الصبح بادل بتحصل المزايدة بس المفروض جدلاً إنه التجار التجار لما بيجي يزود ما أنا ما بعليش في المطلق عمال على بطال يعني المفروض ما فضل أعلي لبعد شوية أحس إنه ما دا مش هايداعة صاحب المزنوع أو صاحب البنكر المزنوع هيروح لواحد تاني هيروح لبلد تاني يشتغل دي المشكلة عندنا لأن الانتاج قليل طب هما كده خسروا ما هو كده هيخسر السمك هيبوز المبادرة دية يعني يعني فوقت يعني الحمد لله شهر المزايد أخذ باله من الكلام دوت والستاذ والسلام طبعا بسم الله ما شاء الله ده في الموضوع عشر على العشر أول عدة اللقاء بتاع بقى يومية السوق فبدأت الناس الوقت اللي كان بيبيع مثلاً مثلاً نك كيلو وقت بيبيع 20 كيلو فأصبح السمك بقى كتير فلازم السعب يلبي طب أنتو كشعبة ملكوش دور في مسألة تحديد هوامش هوامش الربح يعني والله إحنا كجملة بناخد من المراكب بستة في المية لما نيجي ننزل في المزادات لو سمحتوا يا جماعة التجار ما يزودوش الهوامش بتاعتهم يعني يا تجر الجملة وانت في المزاد والتجار اللي موجودين في المزايدة ما نزودش مثلاً أكتر من عشرة في المية عشان التجر اللي هياخد هو كمان يعرف في بيئة بسعر مهاود فالمواطن يعرف يشتري بسعر مهاود لكن هي الحكاية واضحة إنها متسابع عشوائي فيبقى هنا فين دول الشعبة في الطوزين ما هو بعرض والطلب العرض والطلب العرض والطلب العرض والطلب ده جملة جميلة بس مطاطة يعني إيه في حاجة يسمعها العرض والطلب واسبها وفي حاجة يسمعها إن أنا عندي شعبة تقول للناس يا جماعة إحنا هوامش الأرباح نسبنا بتبقى كذا ما بنزودش عن كده وتلزم عندك تقريباً أكتر من حوالي فيبقى سعيد فوق 1300 بياع ماشي مش هنريضاً مش هنريضاً راحنا مثلاً خمس ستة وفرش ربا نحكم بلد مننا يحكم البلد ينزلون اللي هيشتري ينزلون اللي هيشتري كلام عامل إضراب السعب ينزل غزباً عن أي حاج طيب سؤال وده الحمد لله ده اللي حصل وده اللي هيحنا عامة يعني كويس بعد ما تنتهي الحملة يعني حملة المقطعة دي تقعد أسبوع تقعد أسبوعين تقعد 16 يوم هيجي عليها وقت وهتنتهي هنرجع تاني على قديمه لا المفروض لا المفروض بقى إحنا ما هشتغلين تلوقتي تلوقتي هشتغلين اللي يقدر النسبة على الوضع ده ما تزيدش تاني عشان نضمن إيه الضمانة حلو إيه الضمانة حتى بدل ما هيبيع مرتين لوحد في الأسبوع هيبيع خمس مرات حلو أنا معاك ما في مرات اشتري المرة اشتري التانية اشتري التانية العلي هو انتو هتقدروا تعملوا ضمانات ما علشان السعر ما يزيدش تاني لأنه هو فيه نوع هايجي يقول لك كل صوت طيبين بعد ما تخلص ايه بقى ايه بقى ايه الضمانة الضمانة اللي احنا نثبت الأصعاب على كده هتثبتوها ازاي ما انت قتل الشعب ما تقدرش تحكم 1300 تاجر لا أنا ما كلمك في الأول فهي دي بداية خلاص الناس فائد كويس ماذا بعد ماشي وما تعملوش كده تاني عشان ما تقبصوش تاني وما تقبصو دلوقتي خلاص لا فيه حاجة كده نقصة فيه كده حاجة نقصة طيب خليني هرجع مرة تانية لأستاذ وسام لعله يكون فيه في دماغ وفكرة يا أستاذ وسام ايه انا تخوفي بعد ما ينتهوا الأسبوعين او ال 16 يوم هيعد التجار اللي بيرفعوا الأسعار يعني ايه متقدبين حبتين أسبوع في التاني في التالت شهر ويرفع سنة سنة ونرجع تاني ريمة لعدتها القديمة ده ألاقي لا هو مش هيتم بالطريقة دية تماما يعني احنا النهاردة خلاص بقى عندنا وعي احنا النهاردة برضك على قد ما احنا بنقول احنا هنبدأ بنفسنا لا بس النهاردة لازم يبقى فيه رقابة احنا هنعمل شراز التفاعل وهنسلم بعد كده اتدفة لحماية المستهلك وهنسلمها للتموين صح وهنسلمها لمرقبة الاسعار احنا خلاص عملنا اللي علينا حضراتكم لابد ان انتم تكملوا المسيرة خلاص الموضوع احنا نزلنا لكم الاسعار هو احطموها على كده احنا عملنا كشعب ملحمة وطنية في التكاتف مع الدولة ان احنا في ظل الظروف الابتصادية عملنا مقاطعة وخلي بالك سيد يوسف انا عاوز اقول لها حالة مقاطعات لمنتجات تانية لا هو عايز اعمل مقاطعة لللحمة كفاية مقاطعة الاسماك دي قد اعظر من انظر دايما بيقولوا كده انت النهاردة النهاردة عملت حاجة كده فرقعة كل من هو فكر يحتكر منتج هيفوق لنفسه خلاص لا ده الناس دي خسرت لان احنا احنا النهاردة يمكن الحاج عبدو عارف الكلام ده احنا لليوم التالت على التوالي ما فيش سمكة دخلت برسعيد وعود اقول لها حاجة مهمة جدا انخفاض الاسعار مش عشان هم يعني ايه لا هم خسرهم هم فعلا خسرهم السمك مش هيتتلك 3-4 تيام ومصائب قوم عند قوم فوائد النهاردة بلوك التلج عشان عليه ضغط كتير يرتفع من 13 جنيه ل25 جنيه انت متخيل سيادتك الموضوع ماشي ازاي انا كل يوم في الشهر فاصحاب مصانع التلج مهيصين دلوقت الله ينور على حضرتك فاحنا النهاردة لا 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 الموضوع محيصين يعني مسألة انه بتاع التلج يحس انهم محتاجينه فيرفع هو كمان الاسعار ده شكل عشوائي مايحصلش احنا بقى عاوزين نوصل الرسالة انا انا مشكلتي عشان برضك الناس اللي بتتبعني انا مشكلة النهاردة مش مع البيع الغلبان اللي بيجي الطاولة ولا طاولتين يطلع له ده غلبان ده على باب الله ده على باب الله انا بتكلم في كده انا بتكلم النهاردة انا عاوز الموضوع يبقى في يعني انت النهاردة لما ربنا هيكرمك انت ايه بيخليك تشتري تلج عشان السمك مما تبعش كله. اه. انت النهاردة لما هتكسب هامش رفح بسيط. النهاردة مفيش حاجة هتتبقى معاك لتاني يوم. صح. كل المواطنين هيشترهم. النهاردة هتبقى دايرة اه ماشية معانا سلسلة دايرة. وبعدين حضرتك النهاردة بيع السمك. بيع السمك اللي عنده عشان يروح يشتري فراخ. وبيع الفراخ بيروح يشتري لحمة. فهي احنا كلنا بنكمل بعض. طب سؤال يا استاذ وسام. سؤال. تفتكر انه المشكلة بتبدأ عند مين. هل بتبدأ عند تجار الجملة اللي بيفتح المزاد على عالي. لا هي المشكلة مع احترامي حضرتك. مايش في تاجر. المشكلة كلها فعدم الضرب من حديد. يعني انا النهاردة لن نلزم البائع بوجود تسعيرة. انا متفق معاك. انا متفق معاك. متفق معاك. لكن برضو انت شايف انه تجار الجملة بيفتحوا المزاد على عالي. ولا صحاب المراكب هما اللي بيبيعوا السمك او صحاب المزارع بيبيعوا السمك على عالي. فييجي تاجر الجملة هو كمان يروح فتح المزاد على عالي. يجي التاجر يروح هو كشاري بالغالي. فيبدأ يدي للصغيرين بسعر غالي. فتبقى السلسلة لحد ما توصلي وتوصلك غالية. هقول لحضرتك الموضوع ماشي ازاي. النهاردة فاتش السوق على مصرعي خلى كل الناس بقت بيباع سمك. يعني النهاردة انت كنت تنزل البرسعات زي ما الحاج عبدو قال لك كده كان عندنا حصة سمك معروفة. عندنا كان تاجر بيبيعوا سمك الدنيا معروفة تمام. النهاردة كل اللي مالوش شغلانة جاب بوكشتين ثلاثة واقف بحهم. فتبقى عاوز ده سمك. وده عاوز سمك. والتاجر مصلحته. انا باشتغل في مزاد. انت النهاردة هتاخد مني بعشر قرش في غيرك هياخد باكتر شوية. انا يهمني مصلحتي. وما بجي اجلمه. يعني انا ما جيت اتكلمه. طلص لي العمالة. واصلي مش عارف الالجاز. واصلي مش عارف ايه. مع ان انت بتكسب كويس جدا. يعني انت النهاردة. اه 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 هامش الربح بتاعك. ربنا هيكرمك وهيراضيك وهدق لناك كتير. طبعا. هو المشكلة كلها. سداني والله سيد يوسف. احنا من جوانا لو 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 احنا قلبنا على قلب بعض. وان شاء الله. ده اللي هيتم. احنا مش هنسمح لحد يستغل لنا ابدا. ابدا. طب سؤال. لما لما قطعتوا السمك. هل تجار الفراخ واللحمة رفعوا اسعارهم? النهاردة حصل الكلام ده. يعني انا قبل قبل مقطعة الاسمك. البورصة النهاردة بتاعت الفراخ كانت معانا لحد تمانية وسبعين جنيه. وبالفعل يمكن انا كنت نزلت لبعض المحلات بتاعت الدواجن في بورسعيد. وتتلمنا معهم. الناس مشكورة قالوا عشان خاطر ان احنا نقدم حاجة لشعب بورسعيد. هنباع بالتكلفة. وهنساهم معاكم بمكسبنا. على الفور. حركة حيلو. مش هتزل المبادرة دي لمدة ثلاثة ايام. وبعد كده يفوجئنا النهاردة ان الفراخ النهاردة بتمانية وسبعين وبتسعة وسبعين جنيه في البورصة. وبالما تزود عليها اه عربيات واعمالة والكلام ده وتوصل للمستهلك. هيبقى النهاردة سعر الكيلو الفراخ البيضة باتنين وتمانين تلاتة وتمانين جينات. هم. فده لازم هنبدأ بقى رسميا نتعامل بشكاوي. مش هنعمل مقطع للفراخ. هم. هنبدأ نشتيك رسميا. بعض اقول لها حدق حاجة. انا مبارح بشنت او نوهت على مبادرة لمقاطعة البيض اللي لم تستجيب البورصة خلال اربعة وعشرين ساعة. بيض المائدة. البيض المائدة النهاردة وصل سعره بمية وسبعين جنيه. يا السلام. تخيل حضرتك البيض اللي كنا بنجيبه بتلاتين وبربعين جنيه. كرتونة البيض عندنا ببورصة عيد. بمية وسبعين جنيه. ودي حاجة عمري في حياتي ما تحييرتها ولا شفتها. ده سعر العلف نزل الحاجة اللي في الميناء خرجت يعني. ليه? عشان ايه? ده سؤال. احنا قلنا كده مبارح يا جماعة احنا هننملكم بم اربعة وعشرين ساعة. لما كلمت الناس للمسؤولين في البورصة. قال لك سعر سعر البيض في البورصة مية واربعين. تطلع للمستهلك بمية وخمسة واربعين. النهاردة نفيش حد ملتزم. فلازم يبقى فيه رد فعل شيديد شوية. فاحنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك. مبادرة السمك. الحمد لله نجحت. وانا بقول لحضرتك حاجة برضك. دي على مسؤوليتي. ان شاء الله. احنا ان شاء الله عيد الربيع. قدامنا مثلا حركة اتناشر تلاتاشر يوم. تمام يا فندم? احنا. بعد شام النسيم كل انواع الاسماك بلا استثنى هتقل لي خمسين ستين في المائة من ثمانها. قادر يا كريم. قادر يا كريم. بإذن الله تعالى. بإذن الله. بإذن الله انا بشكرك يا استيز وسام. استمروا زي الفيلم كده سيريا نورماندي وبرافو. وقبال عندنا هنا في القاهرة. استيز عبدو نورتنا استيز عبدو ردوان حاجة عبدو ردوان رئيس شعبة الاسماك في برسعيد نورتنا. الف شكر ليكم جميعا. عرفت ليه بقى بدأت لك الحدوتة بازاي المصريين مقاومين.